اكد معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للشؤون المالية وضبط الانفاق اكد ان الحكومة الموقرة ملتزمة بتطوير المنظومة والسياسات الصحية ومتابعة تنفيذها والتأكد من الاستخدام الامثل للموارد باكبر قدر ممكن من الكفاءة والفعالية وذلك بهدف تعزيز صحة الفرد والمجتمع وضمان توفير خدمات صحية ذات جودة عالية لتكون في متناول الجميع دشنا معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزرية للشؤون المالية وضبط الانفاق دشر الخطة الوطنية للصحة في حفل نظمه المجلس الاعلى للصحة بمركز عيسى الثقافي حضره معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وعدد من اصحاب المعالي والسعادة الوزراء واعضاء مجلسي الشورى والنواب وكبار المسؤولين واعضاء المجلس الاعلى للصحة وممثل الهيئات الصحية واعرب معالي الشيخ خالد بن عبدالله عن تقديره لجلالة الملك المفدى على ما يوليه جلالته من دعم واهتمام بصحة الفرد والمجتمع وامتنانه لسمو رئيس الوزراء الموقر على موافقة المجلس في اكتوبر 2016 على الخطة الوطنية للصحة 2016-2025 وشكره لسمو ولي العهد على ما قامت به لجنة التنسيقية برئاسة سموه من دور كبير في متابعة مختلف المراحل التي مرت بها هذه المبادرة الوطنية وذلك لضمان اتساقها مع توجيهات القيادة الحكيمة وبرنامج عمل الحكومة وتجسيد الاهداف النابعة من الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 20-30 وقال معالي الشيخ خالد بن عبدالله بهذه المناسبة إنه على الرغم من الظروف المالية الاستثنائية والصعبة التي نشهدها إلا أننا حريصون على دعم القطاع الصحي في البحرين وتطوير بنيته التحتية والعمل على ضمان تطويره وعدم تأثري سلما بالأوضاع المحيطة ورفع مستوى العاملين الصحيين وما دل على ذلك من المشاريع الطبية والصحية التي يجري تنفيذها في مختلف محافظات المملكة كمشروع مركز الشيخ محمد بن خليفة الخليفة للقلب في عوالي ومركز رعاية حالات الإقامة الطويلة في المحرق ومركز غسيل الكلا في الرفاع ومركز الأورام في مستشفى الملك حمد الجامعي مشيرا معالي إلى أنه مع إقرار الخطة الوطنية للصحة سيكون للقطاع الخاص دور أكبر في تولي تقديم الخدمات والرعاية الصحية داعيا في الوقت ذاته أصحاب رؤوس الأموال إلى توجيه استثماراتهم نحو الغطاع الصحي ليساهموا في تحقيق الرؤية القائمة على تحويل البحرين كوجهة للسياحة الصحية والعلاجية في المنطقة وذلك في مقابل ما سيحصلون عليه من التسهيلات المباشرة لأعمالهم وخلال الحفل القامع لرئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة كلمة توجه فيها بأسمى آيات التقدير والعرفان إلى القيادة الرشيدة على التوجيهات الحكيمة والدعم لا محدود للقطاع الصحي في المملكة وقال إن الخطة الوطنية للصحة تعد بمثابة ترجمة لعملية للرؤية الاقتصادية 2030 والتي أكدت على خلق مجتمع صحي وسليم تتوفر له خدمات صحية متكاملة تتميز بالكفاءة والعدالة والجودة العالية على أن يكون المريض هو محور اهتمام المؤسسات الصحية التي تتنافس لتقدم له أفضل المستويات العلاجية لافتا معالي إلى أن تصور الذي تقوم عليه الخطة الوطنية للصحة سيمكن المنظومة الصحية من العمل في إطار قانوني وقرارات مدعومة بالبراهين ومعلومات دقيقة بحيث يسهل على أجهزة الإشراف والتوجيه ومراقبة المؤسسات الصحية لضمان العدالة والجودة واستعمال الموارد الصحية بكفاءة وضمان المشاركة الفعالة لكل المعنيين في إطار سياسات الصحة الشاملة وأضاف معاليه قائلا ترتكس الخطة الوطنية للصحة على تطبيق نظام الضمان الصحي وتوفير هذه المظلة للجميع لم يعد حلما بعيد المنال حيث قطع هذا المشروع خطوات متقدمة بعد أن تم الانتهاء من مشروع القانون وتم تقديمه إلى مجلس الوزراء الموقر والذي أحاله إلى مجلس النواب ويواصل الفريق القانوني عمله لإتمام اللوائح والقرارات اللازمة لتطبيق القانون بعدها قدمت رئيسة قسم إدارة المعرفة بوزارة الصحة الأستاذة منال أحمد عرضا حول القاموس الوطني للبيانات الصحية والذي تم إعداده بهدف تحديد لغة التكامل بين المستشفيات وتوحيد المفاهيم والمصطلحات الصحية والطبية ومعايير تقنية المعلومات الصحية كما يعتبر هذا القاموس الأساس لإنشاء نظام الملف الطبي الإلكتروني الموحد وقبل ختم الحفل أتفضل معالي الشيخ خالد بن عبدالله الخليفة بتدشين الموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للصحة والمتضمن على الخطة الوطنية للصحة كما قام معاليه بتكريم الشركاء والجهات المساندة في إعداد الخطة الوطنية للصحة مع النمو السكاني المتسارع وما يصحب هذا النمو من وضع ديمغرافي يتطلب زيادة في الإنفاق على الخدمات الصحية المقدمة إلى جانب الالتفات إلى ملف الإصابة بالأمراض المزمنة أو حتى المعدية جميعها تحديات يواجهها القطاع الصحي يستلزم رسم خارطة طريق لهذا القطاع ومن هذا المنطلق تم تدشين الخطة الوطنية للصحة 2016-2025 التي تعتمد تشغيل نظم فعالة وقوية للمعلومات الصحية والصحة الإلكترونية والحوكمة بشكل يحدد الأدوار القيادية للمؤسسات الصحية الحكومية الخطة الوطنية للصحة الحقيقة هذه عبارة عن تصور لتطوير المجال الصحي في البحرين من سنة 16 إلى سنة 25 وأهم موضوع فيها هو موضوع الضمان الصحي طبعا نحن نتكلم عن نوع من التقدم للصحة وهي كل أهداف 2030 الخطة التصور 2030 نحن نشتغل عليها لنحققها في 2030 2030 تتمثل باختصار أن كل جميع أهل البحرين من مقيمين ومقيمين تمتعون بخدمات صحية عالية المستوى في البحرين قائمة على العدالة والجودة والتنافسية والاستدامة هذا هو مرخص الموضوع كله وكل عملنا أن نحن نحقق هذه الهداف الواردة في استراتيجية 2030 وطبعا مثل ما قلت أن أهم موضوع فيها هو موضوع الضمان الصحي لأن الضمان الصحي هو اللي يحقق نقلة كبيرة في مسألة كيفية تمويل الخدمات الطبية وكيفية تقديمها فنحن نتكلم عن الموضوعين تمويلها بيكون على أساس أن هناك جهاز لشراء الخدمات الصحية لمصلحة المواطنين والمقيمين وطبعا لما تكون في عملية شراء فأنت تشتري الأفضل بالأسعار الأنسب وهذه السفة فيها بالإضافة لهذه طبعا نهتعد معنات أن يكون فيه إعادة تنظيم لمقدمي الخدمة بخير يكونون قادرين على أن يكون عندهم صلاحيات وعندهم مسؤوليات تخليهم يقدرون تحركون بحرية أكثر ليكونوا قادرين على التنافس وعلى تقديم هذه الخدمات الصحية الجيدة بأسعار تنافسية في السوق إن الهدف الرئيس للخطة الوطنية للصحة يتمثل في تحقيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية وضمان تمويلها واستدامتها وتوفير الموارد والبنية التحتية البشرية اللازمة التي سبق وإن حققت المملكة مشاريع صحية متميزة واضحة للعيان نحن في الهيئة الوطنية لتنظيم المهم الخدمات الصحية لدينا عدد من المبادرات المطالبين بتحقيقها من أجل تحقيق الخطة الوطنية الشاملة للصحة في مملكة البحرين منها جودة الخدمات الصحية وهي المبادرة التي سنطلقها قريباً إن شاء الله في مايو وهي اعتماد المستشفيات الموجودة في مملكة البحرين المستشفيات الخاصة بناء على معايير جودة عالمية وبالتالي نضمن إن جودة وسلامة المرضى في هاي المستشفيات أيضاً من المبادرات اللي عندنا وتخدم أحد أهداف الخطة هي تنمية الكوادر البشرية واللي بدأنا في وضع برنامج اعتماد التعليم المهني المستمر لجميع العاملين الصحيين حتى نضمن إن الطبيب يكون مطلع على آخر التطورات العلمية والتقليل من التعرض للأخطاء الطبية طبعاً الخطة هي تشمل تقريباً سبع أولويات رئيسية وتحتها أهداف استراتيجية سبعة وتحت كل هدف في مجموعة مبادرات مشاريع والبرامج اللي كل الجهات القطاع الصحي من العام والعسكري والخاص تشملهم هاي الاستراتيجية لم تكن تلك الإنجازات الصحية التي يشار إليها بالبنان لتتحقق على حين غرة وإنما استندت إلى رؤية ثاقبة آتت ثمرة طيبة لجهود بذلتها مملكة البحرين لتطوير الخدمات الصحية على مدى عقود مترامية من الزمن بصورة متكاملة ومستدامة من أجل مجتمع سليم وصحي تم تدشين الخطة الوطنية للصحة وفقاً الاستراتيجية تتضمن سبعة محاور تتسم بالكفاءة العدالة والجودة العالية إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين